عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومحافظ ضميات وعدد من المسؤولين فصراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة الحوار المجتمعي مع أهل محافظة ضميات من العاملين في صناعة الأتات وذلك استمرارا للجهود القائمة لتطوير مدينة ضميات للأتات لتصبح مدينة صناعية متكاملة كما يأتي الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس السيسي بمساندة المحافظة لتطوير هذه الصناعة والارتقاء بها وتمكنها من المنافسة على الصعيدين الإقاليمي والدولي كما أوضح المتحدث الرسمي أن رئيس السيسي طلع خلال الاجتماع على مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأتات وفقا لأعلى معايير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية والخدمية حيث واجه الرئيس السيسي في ذلك الشأن باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومواصلة العمل المكتف لإنجاح هذا المشروع المهم ترجمة نانسي قنقر